تأكد جماعة الإلاج السلوكي إذن بأن الأعراض الأصابية للأطفال ذو الاحتياجات الخاصة من نوع الاضطرابات الانفعالية هي عبارة عن عادات خاطئة تعلمها المريض لكي يقلل من درجة قلقة وتوترة فلذلك نشوف بأنه عملية التعلم نشوفها بأنه في معمم سلوك الإنسان هي سلوك مكتسب ومواقف الحياة تتكرر وتختلف وبالتالي تتكرر الاستجابة وهذا يؤدي به إلى نوع من التثبيت فلذلك نشوف بأنه العلاج والسلوكي ومبادئ هي قائمة على أساس نظريات التعلم مثل ما ذكرت في البداية وأيضا على نظريات علم النفس بكامله فلذلك نشوف بأنه يبدون جماعة العلاج السلوكي يحلون هذه العادات والعصابية ويقومون بتحليلها وتخفيفها وإزالتها من بعد ذلك فلذلك نشوف بأنه يذكرون